الحب وحده ما بيكفي السر بنوعية العلاقة المتبادلة مرحبا وصلنا للمحور الثالث من الموك بعد ما استعرضنا أهمية العلاقة مع الزيت والعلاقة التعليمية والمحنية رح نتحدث بهذا المحور عن البعد العلاقي مع الآخر خاصة العلاقة العاطفية مع شريك الحياة المحتمل إيجاد شريك الحياة بيحتل الأولوية عند أغلبية الناس وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الطلاع من 5% من القرن التاسع عشر إلى ما يفوق 50% بالقرن الواحد والعشرين ببعض البلدان فالعرض والطلب على مؤسسة الزواج بعده كتير كبير وهون لابد من نفط النظر لأنه أظهرت الدراسات والإحصاء أنه نسبة الزواج السعيد والناجح ما بتتعدى العشرين بالمية بما بخص زواج الأشخاص دوي الإعاقة فنسبة الارتباط والزواج هي أقل من الأشخاص المعدة الإعاقة ونسبة النساء المتزوجين أقل من نسبة رجال دوي الإعاقة بدعوك لمشاهدة وثائقي من الأردن بالملحق عن زواج الأشخاص دوي الإعاقة والتحديات اللي بواجهوها إذن رح نستعرض هذا الأسبوع أهم القصص لبناء علاقة ناجحة وسعيدة وأبرز التحديات الممكن نتواجهها كأمراء ذات إعاقة بتحقيق رغبة بناء علاقة ناجحة وسعيدة وكيفية تخطيها بس قبل الدخول بموضوعنا بدي أسألك ما هو مفهومك الشخصة للعلاقة الناجحة والسعيدة؟ وما هي القصص اللي تبنى عليها هاي العلاقة؟ وكيف يمكن أنه أنت تساهمي بإنجاح هاي العلاقة؟ وهل بتعتبره أنه إعاقتك ممكن شكل تحدي إليك؟ إذا كان الجواب نعم فأين يكمن هيدا التحدي؟ وهل يمكن تخطيه إذا استخدرنا بعض الأدوات المطروحة بالأسبوع الماضية والمتعلقة بمواجهة الصعوبات؟ شاركينا بالتعليقات فلنتفق بالبداية أنه نجاح أو فشل العلاقة قبل وبعد الزواج ما بيصير بالصدفة بل هناك عدة عناصر لازم تجتمع لإنجاح العلاقة مثل أي مشروع أو حلم قبل الحديث عن هاي الأسس رح نستعرض بعض الأساطير والمفاهيم الخاطئة عن الحب والعلاقة العاطفية والمبنية نتيجة تربية ومفاهيم معينة أم نتيجة أفلام ومسلسلات رسخت فينا هاي القناعات من بين عدة أساطير رح نركز على ثلاثة أسطورة الأولى الحب الحقيقي ينتصر على كل شيء هيدا المعتقد يعني عملياً أن الحب يشكل ضمانة كافية إلى التغلب على كل المشاكل والصراعات والظروف اللي يتواجه العلاقة فأغلب الأفلام الرومانسية تنتهي بعبارة وعاشا معاً في سعادة إلى الأبد بينما الحياة الحقيقية والواقعية تبدأ بعد انتهاء الفيلم خلال إدارة الأمور والتفاصيل اليومية اللي غالباً ما بتركز عليها الأفلام وعشان هيك على الرغم من روعة الحب وجماله فلا يجب تصويره على أنه قادر وحده على تخطي السعاد اللي بتعترض العلاقة أو حل المشاكل الزوجية بل نوعية الشراكة اللي بنقدمها لبعض والمبنية على مبادئ صحية هي اللي بتحمل علاقة وتغزل مناعة داخلها شوينت الحب إذا كان الشريك بيعملني بأنانية أو ما بيحترمني أو حتى بيعنفني كيف ممكننا الحب أنه يحمل من هاي التصارفات؟ لابد من تشخيص نوعية الشراكة اللي بتجمع الشركين واتساب المهارات الضرورية لإدارة خلافاتهم بشكل ناجح فقال أحد الأزواج على سبيل المثال لو بزلت بزواجي نفس الجهد اللي ببزله بعملي لما وصلنا إلى ما نحن عليه من المشاكل اليوم وأنت كأمرأة عند إعاقة قلبك رح يدق بسرعة متل أي أمرأة أخرى رح تروح بموعد مع شب بس تذكري هيدا الشعور وحده ما بيكفي للارتباط النهائي وإعاقتك ما لازم تخليك أبدا تسومي على هالمبدأ وكأنك كائن ناقص لازم يقبل بأي علاقة بتتقدم له ولو كانت ما بتعكس طموحاتك ونظرتك للعلاقة وهيدي كمان من المعتقدات الخاطئة أنه المرأة ذات الإعاقة لازم تضع بأي عقد زواج ويمكن ما تكون هي لاختارة الشخص ويكون الفرد عليك من قبل الأهم ولازم تعرفي أنه هيدا خيارك وإلك الحق باتخاذ كل الوقت قبل ما تلتزمي بشكل مهائي الأسطورة الثانية الحب من أول نظرة هو الحب الحقيقي اللي لازم نوسق به هاي إحدى الأساطير المتداونة واللي بتقول أنه لما منحب بنشعر بشغف كبير وكيميا مشتركة تجاه الآخر أكيد هو هيدا الشخص توقم الروح اللي عم نفتش عليه هيدا معتقد خاطئ لأنه ما فيه توقم روح واحد بالدنيا لكل شخص وتانيا لأنه هيدا المعتقد بيلغي فكرة أنه العلاقة بحاجة لمسيرة طويلة لتنضج وأن المستحيل الاعتقاد بأن الحب من نظرة أولى كفيل بإنجاح العلاقة على المدة الطويل تذكري أن الوقوع بالحب سهل ولكن الوقوف من بعدها والعمل على بناء علاقة ناضجة هو التحدي الأكبر وهون لابد على المرأة ذات الإعاقة أنه تنتبه كيف بيقدم الآخر نفسه إلها هل بيلعب دور المخلص والشخص المثالي اللي ما فيه بديل عنه؟ فبناء الموقف على المشاعر والوعود وحدة ليس أبدا مؤشر لعلاقة ناضجة الأسطورة الثالثة على الشريك أن يكون قادر على تلبية جميع احتياجاته هيدا المعتقد بينطلق من فكرة أنه بالعلاقة الناجحة لابد من أنه يستطيع الشريك تلبية جميع رغباته وحاجاته أنه لابد من أنه يكون على تناغم كامل على جميع المستويات الحقيقة أنه العلاقة الكاملة غير موجودة من المستحيل أنه نلاقي شريك المثالي بكل شيء لابد من وجود تناغم بالعلاقة على مستوى الطباع والقيام والحاجات العلائقية وعدة أمور أخرى بس كمان لا يوجد علاقة يمكن تجاوب على كل شيء انطلاقا من المبدأ حنحكي عنه لاحقا هو أن الشخص لابد أن يكون سعيد قبل العلاقة وإذا يشارك ساعاته مع الآخر وبالتالي انتظاراته تجاه الشريك لابد أن تكون واقعية وملموسة ما تنطلق من المبدأ أنه أنت من حيخليني سعيد ورح تنقذني من الفراغ أو المصاعب اللي بعيشها وهون لابد من الإشارة أنه بعض النساء إن كان لديهم إعاقة أو من دون إعاقة قد يلجوا إلى الزواج كأنه مهرب من واقع صعب بيختبروه داخل المنزل أو بالمجتمع أو بالحياة الشخصية فلابد من الانتباه أن الزواج مش دوى سحرة وبالتالي يجب تحمل مسؤولية حياتي وعدم رمي مشاكلي على الآخر أو تصور أنه الآخر قادر على حل مشاكلي كلها من بعد ما استعراضنا أبرز الأساطير والمعتقدات الخاطئة عن الحب والعلاقة صار رؤية الاستعراض للمبادئ الثلاثة الأساسية من أجل بناء علاقة سعيدة وناشحة بين الشركات من خلال خبرة الطويلة مع المتزوجين كونت معادلة اللي سميتها معادلة 3C اللي بتتألف من وباللغة العربية بتاعني الوصال، التناغم، والالتزام رح نبلش بالوصال أولاً الوصال بيعني الإنجيذاب العاطفي والجسدي تجاه الآخر ولابد من وجود اتنين فالإعجاب العاطفي وحده ما بيكفي والإنجيذاب الجسدي دون إعجاب عاطفي كمان ما بيكفي فهالإنجيذاب بيخلق نوع من رأسة الطاقة بين البعد الأنثى والذكورة عند الرجل والمرأة شرط أنه تكون المرأة منفتحة ومتصالحة مع البعد الأنثى وبشخصيتها والرجل متصالح مع البعد الذكور بشخصيته دون أن يتحول هالبعد لنوع من سيطرة أو تحكم بالآخر بل يكون لغة تخاطب عاطفية عميئة ولتحقيق هاللغة من التخاطب لابد أن تكون نفتحته على عالم الأنثى الموجود بداخلك ولابد أن يكون عندك ثقة بأنه إعاقتك ما بتقلل من هويتك الأنثوية طبعاً الوصال والإنجيذاب ما بيكفي لوحده لأن الحب وحده ما بيكفي لأنجيح العلاقة المكون الأساس التاني اللي بيغزي الحب هو التناغم أو الملائمة بين الشركين على ثلاث مستويات تناغم على مستوى الطباع يعني هل هناك تناغم أو نفور على مستوى الطباع والمقصود عملياً ثلاث أبعاد هل هناك شخص امتوائي وآخر اجتماعي بمعنى إذا كان الشخص امتوائي والآخر جداً اجتماعي هالأمر ممكن يخلق نفور مع الوقت أما إذا كان الاختلاف بسيط فممكن أن يخلق تكامل ويتعلم كل شريك من الآخر الواحد عادات معينة إذن من المهم أنه ندرك مدى الفرقات عملياً على هذا المستوى أي أبعد من الحب والغرام هل الشخص عقليني جداً أم عاطفي جداً بمعنى إذا كان الشخص عقليني وما بيعبر عن مشاعره وبينفر من الشخص العاطفي والمعبر فهذا الأمر يمكن كمان يخلق مشكلة أما إذا كان الشخص بميل باعتدال نحن البعد العقليني والآخر نحن البعد العاطفي فيمكن أن يتكاملوا ويكونوا قيمة مضافة للآخر إذن لابد من إياس مدى الفرق على هذا المستوى أيضاً هل الشخص منظم جداً والآخر فوضوي جداً؟ هذا الأمر بيخلق مشاكل وتوتر على مستوى الحياة اليومية بإدارة المنزل والحياة الاجتماعية بشكل عام أما إذا كان الشخص معددل بحاجاته للتنظيم والآخر فوضوي بإنفتاح على حاجات الآخر يمكن التعاون على هذا المستوى كل الفرق بالمستوى الثلاثة هو كمة ونوعية بمعنى من واحد لعشرة إلى أي مدى أنت والشريك ممكن تكونوا انطوائيين عقلينيين أو منظمين إذا كانت الدرجة مثلاً 8 وما فوق والشريك 2 من عشرة فهيدا فرق شاسع ويمكن يخلق توتر ومشاكل داخل العلاقة رح نحكي هلأ عن التناغم على مستوى القيم هل يوجد تفاهم بالقيم الأساسية مثل العلاقة مع الأهل تربية الأطفال إدارة الأموال العلاقة الجنسية لحياة الروحية توازن بين الحياة المشتركة والحياة الخاصة وغيرها من القيم اللي بتحتاج لحوار وتفاهم عميق قبل الزواج دون الضرورة إلى التطابق التان بوجهات النظر ولكن احترام الاختلاف وقبوله فعدم التوافق على هذه الأمور وتأجيلها إلى ما بعد الزواج ممكن أن يكون مخاطرة كبيرة بتنعكس بأدت توترات وبتسمم العلاقة هلأ رح نحكي عن التناغم على مستوى الحاجات العلائقية الحاجات العلائقية هي مكون أساسة لسعادة وتوازن الشخصي رح نركز على مدرستين بهذا المجال المدرسة الأولى أسسها ديفيد فرغنسون اللي بيعتبر أنه نحنا بنملك عشر حاجات علائقية لابد من وعي شخصي لأهميتها مثل التأدير، العاطفة، تنجيع، تقبل والاحترام وأي نقطة من هذه العشرة ممكن تشكل أولوية لدى الشريك معرفة هذه الحاجات وتغذيتها لدى الآخر مهمة جدا من أجل معرفة المفاتيح يلي بتسمح بتغذية العلاقة بشكل بياخد بعالي اعتبار حاجات الآخر بشكل عملي مثلا إذا الشخص الآخر بيهمه التقدير أو التجيع فالأفضل أن يكون الشريك مدرك لهذه الحاجة ويعرف كيف يغزيها ويعبر عنها بشكل دوري مثلا ممكن يكون الطرف بيهتم بالعاطفة والتقدير بالدرجة الأولى والطرف الآخر بالدعم والتقبل فلابد من التوازن بين كيف أنا بحب الآخر وكيف الآخر بيحب أنه ينحب بالملحق ممكن تجيبوا على استبيان لمعرفة حاجاتكم العلائقية اللي إلى أولوية عنكم الملائمة والتناغم على مستوى الطباع والقيم والحاجات العلائقية هو عنصر أساسي من أجل نجاح واستمارية العلاقة فكما ذكرنا الوصال أو الحب وحده ما بيكفه لذا لابد من أخذ الوقت الكافي لاختبار واكتشاف مدى التناغم على مستوى الشخصية الوصال زائد التناغم بيوصله للمكون الثالث وهو الالتزام أي الالتزام على المدى الطويل بمعنى أنه العلاقة بطلت بس مجرد لقاء عابر لبل تحولت لرغبة عميئة ببناء مشروع مشترك يمكن أنه يتوج بالتزام نهائي من خلال الزواج وتكوين العائلة الآخر بيطالب 3 شروط مسبقة أولاً من أجل القدرة على الارتباط الآخر لابد من فك الارتباط مع الآخرين إذا كان أحدهم بعده مقيد بهذا العلاقة مثل علاقة عاطفية سابقة أو العلاقة مع الأهل بهالحالي ما راح يكون قادر على الارتباط الكله مع الشريك ثانياً إنه يكون عنده القدرة على الالتزام وهذا الشي بيعني يكون عنده الاستقلالية العاطفية والمادية والعلاقية الكافية وإنه ما نكبل آخر بكل حاجاتك العاطفية وكأنه المخلص والملجأ ثالثاً إمكانية أن تتصور نفسك مع الشريك بالمستقبل فالعلاقة الرومانسية البحثة بتعيشها بالحاضر بقطلة نهاية الأسبوع بالأعياد بالمشاريع القصيرة المدى أما العلاقة الطويلة المدى فهي الإدراء على تصور الذات مع الآخر بالمستقبل هل أرى نفسي بكبر مع الشريك الآخر؟ هل سيكون والد أو والدة أولادي؟ الأشخاص اللي بشكلوا ثنائي على المدى الطويلة بيعرفوا أن كل واحد مؤتمن على حلم الآخر وعلى أحلام مشتركة بين بعضهم حاولنا بهذه الفقرة نشبه العلاقة لبنية التي لابد أن تتأسس على أسس متينة وواضحة للشريكين أبعد من مشاعر الحب والشغف على الرغم من أهميتهم دعوة إلك أنك ما تتنازل على حقك وأنك تختاري بإرادتك شريك الحياة وتاخذك كل الوقت كي تتأكد أنك مقتنع باختيارك بالفقرة التالية رح نتعرف أكتر على طبيعة العلاقة بين الشريكين وكيف ممكن نغزل العلاقة من خلال الحاجات والأفعال العلاقية وكيف نكون بطاقة هوية علاقية موسيقى